اشتركوا في القناة الآن علمنة الإعلام وهذا الموضوع قد أخذ منا وقتا طويلا وهي إشارات فقط وأريد أن أنهيها لأن مسألة متتبّح هذا الملف هي في الحقيقة طويل جدا نحن الآن إن شاء الله تبارك أن نتحدث عن علمنة الإعلام قلنا إن مكونات العملية الإعلامية تقريبا هي أربعة اللي هي واسموية أزيد أسف المرسل والرسالة والمرسل إليه والوسيلة تكلمنا عن الوسيلة وتكلمنا عن المرسل إليه وتكلمنا عن المرسل ولأن نتكلم إن شاء الله تبارك على الرسالة مضمون هذه الرسالة مضمون الرسالة الإعلامية هو كلام طويل وفكرته وقدرته وقلت لو أننا يعني مشيت بهذه الطريقة سأأخذ من وقتكم كثيرا لأن العلمانية باقي طويلة باقي علمانية المسجد علمانية الجسد علمانية الاقتصاد علمانية السياسة علمانية العكم لكي تعرفوا أن العلمانية التي يقولون بأنها علمانية جزئية هذا خطأ هذا كذب هو دين هو دين جديد العلمانية واسمه هو هو دين يعني هو اسمه فيه واسمه هو الدين الدنيا هي رؤية حول مالا حول الإنسان ومهمة الإنسان وعلاقته إن شاء الله تبارك وتعالى بالكوم يعني عنده هكذا والعلمانية واسمه هي نظرة كاملة أيضا للحياة الإلحاد واسمه هو دين دين لأنه نظرة متكاملة دين وخسمه الإلحاد هو دينهم لأنه هو في فترة الناس الشيوعية واسمه دين عليه قتل عليه كل شيء هذا هو دين ما معنى دين أي أنه يتبناه في حياته كل فكرا وعقيدة وممارسة وعاملا ومعاملات ودولة ومجتمع كل شيء كل شيء إذن هو دين إذن لا يغر أنك إن شاء الله هذه الأسماء فهي دين إذن فاليوم نتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى بقتطاب شديد حول مضمون هذه الرسالة الإعلامية لو أنني بدأت بمضمون الرسالة الإعلامية الإسلامية في كلمة واحدة ما هو مضمونها؟ نحن نبغي ندر إعلام إسلامي ونريد أن نقوم بتوعية المسلمين من خلال رسالة إعلامية إسلامية شكول يجمل هذه في الكلمة؟ ما هو مضمون الرسالة الإعلامية الإسلامية التي نوجهها إلى العالم إذا شكول يقول لنا واسموها؟ 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 المضمون مضمون مضمونها الإسلام الإسلام فعقيدة وشريعة وعبادة ومعاملة وفرضا وأسرة ومجتمعا وتربية وتعليما ودولة ودعوة إذن المضمون الرسالة الإعلامية الإسلامية واسموية هي تعليم الإسلام في كل نواحي هذا الإنسان وبما أن الإسلام شمولي لحياة الإنسان عمقا وطولا وعرضا فأيضا الرسالة الإعلامية الإسلامية تشمل مجالات الحياة عمقا ما من عمقا؟ عقيدة فكرا ثقافة أي كل ما يتعلق بأعماق هذا الإنسان أعماق الأفكار العواطف الإرادات الإدراكات الأفكار الثقافة ثم طولا ما معنا طولا؟ ما معنا طولا؟ طولا ما معنا طولا؟ في الزماء في الزمان كل في الزمان كل أي أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان وكل الدعاوي التي تحاول رسالة إعلامية العلمانية أن تقول بني الإسلام وهذا القرآن أصبح من الماضي وأن النص التاريخي النص القرآن هو النص التاريخي إنما نزل لقريش كما والتي تحاول أن ترسخ شبهة في عقول المسلمين من خلال الرسالة الإعلامية العلمية وهي أن هذا الإسلام هذا القرآن جاء لقريش للعرب وهو لا يصلح الآن إذن هو طولا طولا ثم هو اسمه وعى ما معنا عرضا؟ في مجالة الحياة كل الاقتصاد الاجتماع السياسة الفرض المجتمع المرأة الطفل العامل الشيخ الكبير المسن الحياة الموت كل شيء كل شيء في حياة الإنسان قل إن صلاة ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شركة لكلها كلها 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 لا ينبغي أن يشرك في مجالات حياة الإنسان المخلوق من قبل رب الإنسان إنسانا يوجهون في حياتنا أبدا أبدا هذا دين إذن إذا قلنا هكذا باقتفاض إن مضمون الرسالة الإعلامية الإسلامية هي واسمه هي واسمه هي تبيان هذا الدين وتبليغ هذا الإسلام في بعده العقد والفكر والثقافي في بعده التعبدي في بعده الأخلاقي في بعده المعاملاتي في بعده التشريعي في بعده يعوزي العالمي كل شيء كل شيء كل شيء وذلك يا أغادي رغينا أنا أعطي لكم غيش يعني غيب اقتضاب كل واحدة تحتاج المحاضرة أنا أعطي لكم أنا أبديه إن شاء الله تعالى وفي نفس الوقت باش من عاودش نكرر الكلام مضمون الرسالة الإعلامية العلمانية هي نقيض مضمون الرسالة لأن هدف الرسالة الإعلامية الإسلامية واسمها هي الإسلام يسود الإسلام على مستوى الأفكار والعقائد وعلى مستوى الواقع وعلى مستوى العالم وما هو هدف مضمون الرسالة الإعلامية على ما يسمها نقيضها نجاهل نقيضها نجاهل إذن كل من يقولوا شيء حاجة في مضمون الرسالة الإعلامية الإسلامية فناقضه هو هو الذي يكون هدفا للرسالة الإعلامية العلمانية إذن إن شاء الله تبارك وتعالى إذا كان الإسلام يهتدف يستهدف الإنسان إذن لا بد إن شاء الله تبارك وتعالى أن تكون مضمون الرسالة الإسلامية الأبعاد التالية البعد الأول زيد الذي يركز عليه الإعلام الإسلامي زيدة البعد الأول اسمه تكوي الإنسان يقرأ يقرأ باسم ربك تعليم الناس الدين هذا كل اسمه البعد التعليمي القراءة تعليم الناس حتى لا يبقى الإسلام مجهولا غريبا بين أبنائي الله أكبر رأيتم هذا الأمر تقوم بهذه الوسائل الإعلامي في العالم العربي أما مضمون الرسالة الإعلامية العلمانية في بلاد المسلم تجهيل الناس بالدين بل اعتبار المعرفة الدينية زيد من التخلف واعتبار الفقه متخلف وترسخ في أذهان الناس الرسالة الإعلامية أن كل من تدين معناه انسحب من الحياة يمشي غلم القبراء ويتكلم عن الوضوء يتكلم عن الحيض ويمشي غلم القبراء ويصلي عن الموت والسلام عليكم لا يقود الحياة المتدين عند الرسالة الإعلامية لا يقود الحياة ولذلك فكل المسلسلات التي تأتي بها هذه الرسالة الإعلامية العلمانية تشوه المتدين لا تستطيع أبدا أن تتحدثها بشيء من الانتقاص للشخصية المسيحية أو الملحدة أو الكافرة لكن كلها تركز على الشخصية الإسلامية داعي الإمام الخطيب العادل كل شيء كل شيء يتعلق بالإسلام ولذلك ليس فقط تستهدف تشهيل الناس بالدين ولكن تستهدف أيضا تشويها المتدين ورسم صورة منفرة له عند المسلمين حتى لا يفكر والد أبدا أن يدخل ابنه إلى المحظن القرآن ليحفظ كتاب الله ولا يفكر أبدا في أن يختص في الشريعة ولا أن يدرس في المعاهد الدينية كلية أصول الدين كل هؤلاء هم مستهدفون من قبل هؤلاء ولذلك إذا كانت الرسالة الإعلامية الإسلامية تركز على تعليم الناس الدين فإن الرسالة العلمانية الإعلامية تجهل الناس الدين هذه وحدها تنفر الناس الدين هذه الثانية تجعله متهمان ثلاثة رابعا تجيش العالم من أجل أن يحاكم وليس متهم فقط لأنه ما كيقول في القرنة البعاء الله أي واحد أي متهم فهو بريح تتثبت زيد إذن هم يحاولون إقناع الناس عن طريق الرسالة الإعلامية العلمانية أن المسلم زيد زيد بارئ زيد متهم قبل أن تثبت براءته معكوسة معكوسة الآية عنده في القانون يقول له المتهم بريح تتثبت إذنة تحتاج إلى الإثباتات إحنا عندنا المسلم واسمه يحاول الرسالة الإعلامية العلمانية أن تقول المسلم زيد مدان قبل أن تثبت براءته ومن الذي يثبت براءته ما يقدر شكول يسمع لك من ذا الذي يسمعه لك شكول يسمعني ها السيسي اسمه الإرهاب المحتمل قالهم أيها الشعب المصري فوضني فوضني لأواجه الإرهاب المحتمل احنا ما فهمنا شو اسمه الإرهاب الإرهاب المحتمل شكوله هم السلميين الذين ملأوا ساحة رابعة فأحرقهم أحيا أشعل فيهم النيران وبعد ذلك اسمه الإرهاب المحتمل هو كل متدين أحرقت المساجد في بلاد الكنانة المساجد أحرق الناس في المساجد بالمئات بالمئات هل تحرك لها هل تحرك لتلك الدم أحد أبدا شاء الله تبارك وتعالى ولذلك كل هذه الرسالة الإعلامية العلمانية تصبح أو تجهي للناس زيد وتنفير الناس زيد ودمغه بالإرهاب زيد والمطالب محاكمة زيد وإنزال العقوبة الشيء هذا الثاني إذن البعد واسمه البعد واسمه البعد زيد تعليمي اقرأ البعد الثاني واسمه زيد قومي الليل البعد زيد البعد العقدي عقيدة المسلمين الله أكبر عقيدة التوحيد تعليم الناس التوحيد معنى التوحيد أن الله هو الرازق الخالق الذي يعز والذي يذل وطاعته لا ينبغي أن تستبدلها بطاعة أي طاغوت كيفما كان الرسالة الإعلامية المسلمين يقول لك الله هو المطاع أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم ولم يقلوا أطيع أولي الأمر منكم فطاعة أولي الأمر إنما تنضبط بطاعتك لله وللرسول فإن أطاع الأمير الذي اخترتموه منكم أي أمير منكم رضيتم عنه إذا اخترتموه تطيعونه في طاعة الله ورسوله فإن عصر الله فلا طاعة له عليكم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذا مبدأ هذا مبدأ هكذا يسأل لي أعرفها شيء ولذلك نحن جاء ذاك عودي بن وحاتم لسيد النبي وكان مصراني وعندوه هنا ذاك الصليب وقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ولمسيح ابن مريم قال لم نتخذهم لم نعبدهم ولم نتخذهم أربابا قال ليسوا يحلول لكم الحرام ويحرمون عليكم فتطيعوهم قال نعم قال فتلك عبادتكم إياهم كيف تطيع من يشرعوا من غير الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يذنبه الله كيف كيف نحي العقدية فاش في أن الذي خلق هو الذي أمر لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هذا خط أحمر لا تناقشه الأمة وفي تاريخ الأمة من رسول الله إلى الأنظمة المتأخرة كلها لم تكن تناقش قضية أن مرجعية الأمة هي القرآن هي الكتاب والسنة حتى جاء الاستعمار مع مطلع القرن العشرين وأواخر القرن ساطر عادل قد الناس تشكفاش في المرجعية وخا كان فيها الظلم وخا لكن هذا الأمر لم يكن أبدا يطرح لم يكن العقل المسلم يستسيغه ولم يكن قلب المسلم يريده ولا حتى لا يدور في خلده لأن القضية محسومة البعد العقدي أن الله الذي خلق هو الذي أمر فالرسالة الإعلامية الإسلامية تركز على أن الأمن والأمان والتفوق والنهضة لا تنبغي لأمة رسول الله إلا باعتماد كتاب الله وسنة رسول الله مرجعية أفتطمعون؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منك لخزي في الحياة الدنيا الله قال ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ما كان لمومن ولا مومن إذا قضى الله ورسوله أمره أن تكون لهم الخيرة من أمرهم فالرسالة العلمانية الإعلامية المقصود هو أن تقول لك وتقنع المسلمين ما كالذي إلا ولو ما لله لله ولا ما لقيصر لقيصر حتى الخطيب في المسجد من أين يقولون العلمانية في المسجد يقولون له ينبغي أن تتترق إلى مواضيع اجتماعية في أحسن الأحوال أو مواضيع تعبدية في علاقتك مع الله لا تتحدث عن ربا هناك مؤسسات تتكلم عنها لا تتحدث عن الأزمات الاجتماعية الأخرى لا تتكلم عن مسائل السياسة لا تتكلم عن مسائل الحكم هكذا يحزن هكذا سبعتها خوي باش الرسالة العلمانية الإعلامية كتقل واسبو الدين هو علاقة العبد مع الله وكان يقولوها بكري اليوم اسمه هو حتى هذه تدخلت العلمانية وصارت تطارد المحجبات في الشوارع وتنزع عنهم الخمار كما يحدث الآن في فرنسا أنا شدك البوليسي اللي طيح المسس المعال للأرض أنا كوش تلك ويقلع لها الحجاب هذه فرنسا مشي إسرائيل أما إسرائيل غي تجي يضربها بالرصاص كما اشتوك اشتو المحجبات اللائقة قتلنا برصاص الصهاينة وهي معندوالو معندوالو ويبعدو عليها ويعطيوها عشرة عرصاص آيات الأخرص صطمة قطقة صطمة أبو عيشة واللائحة طويلة طويلة اسمها جريمتها هي تحمل على رأسها خرقة من ثوب الله أكبر يا العلمانية ياري إذن قلتوا لي واخليهم بعد أغير في العلاقة تحمعهم مع ربي كونوا بعد أغير منطقيين مع أنفسكم يكون كتقولوا العلمانية محايدة في علاقة العبد مع ربي تسميوا هذه حرية فرضية لها ما بقى الشاية العلمانية محايدة في علاقة العبد دخلت حتى في علاقة العبد مع ربي ولادنا اللي رفستبنيولورانف كدا مني مشوا يقرأين تم因 شاء الله في المدرسة يقرأوا على 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 بابا بابا نوال ويقرأوا على كل شي قولنهم يقرأهم الاسلام قولنهم إتهم حقهم بشي ب concentrated قولنهم إتهم حقهم بشي يديرونهمazy قبراء قولنهم إتهم حقهم zoom يديرونو غير erste يديرون اغير مجزرة أيضم حقيما يديرون لكم اللحموا كايقولوا شي فرنساويين يمينيين انا ما بغاوش ياكلوا هذا الناس الخنزير وما بغاوش ياكلوا اللحم الديان المقتول الميتة لا ما كان لهم عليكم ان تندمجوا وتنصهروا شحال من قرن وانتو ما هنا يا راقريب قرن وانتو ما معنا ومع ذلك لازلتم لم تنصهروا ما بغيكش باش تكون ان شاء الله تبركوا فهذا كلي كلي تكلمون على التنوع الثقافي ايه والعقد ايه هذه شعارات لدغدغة احاسس الناس وإلا فإن الله يقول قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلوا لا تكون شعقا راه الايات بيناها انتم تنظرون الان الى صور المحجبات كيف يفعلوا بهن في عواصم الدول تزعم انها علمانية اه انا كاي تكتبوا لي شي دا ستماي اشي بعض تعالي قولك لو كان من العلمانيا تقرأ انك تقدر تهضر لو كان من العلمانيا ايه يا ودي ما تعرفوا ايش باي الا انتم ما لقيت اللي كنتم ما يقدرس الواحد يهضر عندكم شكون هو اللي يخلكم تهضره هو الاسلام راه كتبت ان شاء الله تبارك وتعالى واحدة منكم شمس الله تطلع على الغرب وهي من النساء اللائي تكلمنا بموضوعية وقالت رب لم تنعم بالحرية حرية التعبير حرية التفكير حرية الحركة الحرية الحرية لم تنعم بها الا بالاسلام الذي احتكت به يسلام ام بكر اللي يخد من اللي كانوا يضطهادون عند الغرب فين كينشي فينشي 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 من الذي يحمع قائدهم وصلبانهم عمر من اللي يفتح القدس من اللي يفتح القدس مش هو قالوا له صلي صلي في كنيسة القيمة قال لا لا اصلي في الكنيسة لانني اخشى ان يتخذها المسلمون من بعد سنة فيعتدون عليها لا لا صلى برا من غير يدخل وكتب العهد العمرية ومن جملة ما في العهد العمرية ان هذه ارض وقف على المسلمين يحترم فيها للنصارى واليهود فلا يعتدى على بيعهم ولا كنائسهم ولا صلبانهم ولا 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 ويفرض لهم من بيت مال المسلمين لفقيرهم ولمعدمهم الله اكبر الله اكبر شكولي دراجي شكولي هذه دراجي هذا البعد الليه البعد التعليمي البعد العقدي البعد الثالث واسمه هو زيد 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 البعد الثالث واسمه عاد الدعوي اذا البعد التربوي تربية الناس على الفضائل قال تعالى هو الذي ارسل هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته العلم والمرجعية والعقيدة زيدة زيد ويزكيه التزكية قبل التعليم التزكية قبل التعليم والتزكية قبل الدعوة تزكي هذا النفس ما معناه تطحرها من ادناس الاخلاق والرضائل الاخلاقية وتحليتها وكسوة هذه النفس باخلاق التقوى والايمان لكي يكون الانسان صالح الاخلاق وانك لعلى خلق عظيم فبما رحمتني من الله اللي انت لهم ولو كنت فضا غليظا القلبي لنفضوا من حولك الحلم الصبر التواضع الكرم هادشي كان غاعد المستلمين هذه هاد هاد القيم كان غاعد المستلمين هاد القيم قيم اسلامية اللي بغي ان تعود احنا هاد القيام بغوا يستمدونها بقيام اعتوان مصطلحة اخرى كي يقول لنا عفريد شاطر حدافي ظلامي رجعي ما بقاش متقي كريم سخي محسن هه وارع لا واسمه اللي تعدنا ظلامي متطرف وساطي هه متشدد كذا هذي من ناحية الشرع ما 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 مزرع بغي نقلعوها قاح المسألة هذي قاح ولذلك فالرسالة الاعلامية الاسلامية تركز على البعد التربوي من يندلك مسلسل الراجل يزني بمرأة ما يمشيشي والريف لفراش لمرأة عريانة والرجل عريان هذي بعدها التربوي مخرب الله لما تحدث عن قضية مثل هذا بين رجل ومرأة غلقت الابواب انت حينما تقراها تزداد خشوعا في اخص خصوصياتي علاقة الرجل مع المرأة ما هذا الله انه ربي احسن مثواهي يعلمنا يعني حتى توري العملية عادة وقال لي يجيو الانسان في استمرين وبينصي دربي يستمخسرنا نجري الناس عليه اعوذ بالله اعوذ بالله فلابد ان تكون هناك رسالة تربوية مما تربوه زيد زيد ترفعوا زيد الذوق الحش لانها تتناسب مع كرمة الانسان لا انبغى ان يهبط بالانسان زيد الى دركات البهمية فالرسالة العلمانية الاعلامية العلمانية اقصدوها حينما توجه للمسلمين العريو العريو الزنا الفسوق الكبرو الخيانة الزوجية الخداع المكرو الغش الطواطع مع المنظمات التي تريد والعياذ بالله هدمة وسوس المجتمع المسونية وغيرها هذا الشرع معروف ولذلك يا حبيبي من انت قرأ انت مثلا سيرا انت واحد المسلم مثلا صلاح الدين من قرأ صلاح الدين يا اسم ما اسمه تشوف صلاح الدين كيف تعامل مع الاعداء كيف عافى عن الاعداء كيف كان امينا محافظا على الوعود كيف تعامل مع النساء انت عن نصارى من الخرجهم القدس جعل معهم مجاهدين مسلمين يؤمنونهم في طريقهم حتى ليعتدى عليهم شوفوا عليك يدروا الانسانة ها سجن ابو غريب سجون بشار السجون في ليبيا اذا البعده التربوي اي التزكية فان الرسالة الاعلامية الاسلامية ان شاء الله تركز على تحسن الذوق على تكريم الانسان لان الفرق بين الانسان والبهيمة اسمه هي هاتي الاخلاق هاتي الاخلاق لا ينحى دي الانسان قال تعالى في كتابه الكريم والعياذ ابن انساء الله العفو والعافية كيقول ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن ونس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون اولئك كلا نعام بلهم أضل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لمين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم هذا الخلق ثم رضناه اسفلسافلين الا الذين آمنوا تزكوا بالإيمان الأخلاق الإيمانية هذه الثلاثة الرابعة مضمون الرسالة الإعلامية الإسلامية بعد التربية هي الدعوة التبليغ تبليغ هذا الدين إلى الناس جميعا في رسالة زيت واضحة مستساغة طيبة طيبة قوامها الرفق قوامها الصدق قوامها الوضوح ولذلك كل ما تقوم به الرسالة الإعلامية الإسلامية هو محاولة إن شاء الله تبارك وتعالى إظهار نصاعة هذا الدين وملائمته مع فطرة الإنسان أي إنسان ملائمة مع فطرة أي إنسان وأن البشرية كلها تضيع إذا لم تعود إلى الإسلام فكل مشاكل الغرب بسبب ابتعاد الإسلام هذا الجشع الموجود واسمه هذا السقوط إلى الأسواق المالية باش الريبة هرمه الإسلام تعرفوا اسمه ببسلو؟ بعض الدرسات في فرنسا وامريكان اسمه قالوا أش قالوا؟ قالوا إن الحل للأزمة المالية العالمية هي أن يصير نسبة نسبة النسبة دية الفائدة على القرض صفر والله إلى هكذا صفر يعني هو الإسلام ذروب ما بقيه من الريبة هكذا وهم ما كيقول لي رجال الاقتصاد الكبار 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 وبكري كينز قالها كويا جون ماين كينز بكري قالها بكري كيقولوها بكري كيقولوها يظهوا ما عارفين هاشي من يمشي وشوفوا الدراسات انتع مثلا انتشار ما يسمى بالأيدز هاش كيقولوه هي العلاقات خارج إطار الزواج العلاقات خارج إطار الزواج هي اللي تجوا دي وجيد سيد النبي وكيقول ما ظهرت الفاحجة هذا الوحي ما ظهرت الفاحجة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوبئة والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلفهم الذين مضوا إذن مسألة واضحة الإسلام هو علاش لكل المشاكل واسمه كي يجيد العلاج بعد ما فوقش يوصلوا للغرب فوقش بعد أن يتدمروا ذلك ويدروا دراسات العلماء التحق ويصرخون لأنك يقولوا المرأة راضيعة يجب أن تعود إلى البيت لوليدة ما بقاوش ما بقناش لولده شخناه نقناش نحن ننقرض نحن ننقرض هم كي يقولوا هاش إذا على مستوى المجتمع أمره شوفوا الرسالة الإعلامية واسمه غادية دعوة إلى الله تبارك وتعالى إلى أن جميع الحلول لهذه الأمراض التي تنخر المجتمع الإنساني سببها البعد عن إسلام وماش يقولهم قال الله قال رسول الله دراسات ماش يقولوا يوصلوا لها وهم وصلوا لها سنريهم آياتنا في الافاقي وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد الحمد لله هذا البعد الدعاو زيد البعد الأخبر البعد زيد الاجتماعي التكافل والزكاة وكذا هم حاولوا حاولوا بحال Pourrasah أحسن نظام تكافل acá سبق في فرصة الغرب منين الدهوة منين الدهوة من الابرول منين جابوه من مدوّنة مالك الأمام مالك هاتق مع هذه الأخبار أو لم تكون النظام الآن الاجتماعي للاعFirst only من acceleration النظام الأمام الإسلامığım وبالضبط منين باحتكاكه مع هذه البلاد التي يعني اتّبعت رؤية الإمام مالك حول قضية البعد الاجتماعي التكافلي تكافلي المساكين زيد البعد الاجتماعي زيد زيد أخوة في الساعة الكمبلاء ما بغيش نوليل هالمرضة هما الرسالة الإعلامية العلمانية في الاتجاه المضاد ما هو الانانية الانانية لكون مني غادي وصل لاقتصاد غادي نتكلم لكم على هالانانية في العلمانية كيفاش دائرة ما أصلينها ما أصلينها عقديا وفكريا وثقافي ما أصلينها الحمد لله قريناها قريناها في الاقتصاد قريناها نقال نقول لكم عليها كيفاش دائرة النظرة باش نستكي بشي قرار الاقتصاد ولا اللي برالي يعرف لأوسس الفكرية التي نبنى عليها باش تعرفوا الفرضانية والانانية كي دائرة ها من بعد البعد الدعاء واسم البعد اللي مره والاجتماعي البعد اللي شو زيد البعد الثقافي ما هو اسمه الثقافي هي الأفكار التي تسجد المجتمع زيد والعادات والتقاليد كلها كلها عادات والتقاليد فيها الخير واش تعرفوا كان بعض المناطق في العالم الإسلامي يجيبوا الستيرنا ويعمروها بالحليب باش اللي يجي فايتي يشرب الحليب ما يجوهش لواحد واش تعرفوا من العادات من تعليم مسلمين في الأوقاف والتحبيس أنهم كانوا يحبسوا الأموال تحهم لخدمة القطة المريضة ودين لها الطبا وخدامين معها واش تعرفوا من اللي المسلمين من جملة من جملة من جملة ما ابتكروه للعالم شوفوا الحضارة أن المريض اللي ما عندوش اللي يجي يزوره داروا صندوق حبسوا فيه الأموال يخدموا فيها الناس اللي كي يجيوا يضحكوهم ويسليوهم دائماً هذه الخدمات يفوتوا على هؤلاء الغرباء الذين يسقطون مرضى لأن العالم كان واسع كان من 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 الأندلس من فرنسا حتى نصير كان يدور هذه سلبة كان لا كان تلوله يمرض بحال يمرض في العارة يقول لا يمرض في البلاد انت عنه لا يجد أموال قد حبست من قبل المسلمين لكي يقوم بعض العمال الذين يأخذون أجرهم من هذه الأموال لتلية المريض الذي لا يجد من يزوره رب 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 فين مشينا احنا فين مشينا من 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 يهيل التراب على هذا الإسلام العظيم الرسالة الإسلامية التي ينبغي أن نظهر فيها هذا فقاش فقاش هذا هذا البعد اسمه كي يقول له البعد اسمه البعد الاجتماعي البعد الثقافي من بعد البعد الثقافي واسمه البعد الاقتصادي البعد السياسي هذو ما زالنا غادي نتناولوهم البعد زيد البعد البعد شريعي البعد زيد كل حاجة كلها اللي قعب سيطر على كل شي الإعلام واسمه البعد الترفيهي ساسع يعني بالله يصبح ربي الحال للراثي والتليفيزيون وكذا هم يدير غير الطرفيه كأن حياة الناس لا تعمل غير الطرفيه يضحك وغي لمبالات وغي الكسل وغي عدم تحمل المسؤولي أين الجيد يعني الطرفيه يخصو يكون إن شاء الله النسبة تعوي إلى الجيد هو كالملح في الطعام أما أن يصبح الترفيه هو الأصل وأن الجيد ما كان شيء فهذا مصداق قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال ولولادي كمثير خير شوف الترفيه كده مسابقات رقص مهرجان هذا هذا الذي تحاول هو الرسالة الإعلامية العلمانية حنا الطرفة اللي عندنا وشبه الطرفة كده حنا الطرفة يبني يوجه حتف الطرفة يوجه ما فيش الاستهزاء بالدين ما فيش بالرموز ما فيش فإذن يعني حاولت أن أختصر ونبين بإلا نقول لجزوج كلمات باش نكمل ما هو هدف الرسالة الإعلامية الإسلامية واسمه هدفها واسمه هو الإسلام في بعده العقدي الفكري والإنساني والجغرافي العكس مضمون الرسالة العلمانية العلمية واسمها هي علمناة الحياة وعلمناة الإنسان المسلم عقديا وفكريا وكل شيء